فور تعهد موسكو بتسهيل مهمة بعثة تقصي الحقائق في سوريا صرع الوفد البريطاني الخاص بمنظمة حضر الأسلحة الكيموية إلى الإعلان عن منع مفتشيه من الوصول إلى مواقع في دوما المنظمة قالت إن روسيا وسوريا عجزتان عن ضمان سلامة المحققين وغردت على تويتر مطالبة بالتعاون وعدم عرقلة العمليات الكريملين من جانبه نفى تلك الاتهامات معتبراً أن لا أساس لها وفد بعثة تقصي الحقائق وصل إلى دمشق السبت الماضي لكنه لم يبدأ عمله الميداني مهمته ألبت فيما إذا كانت أسلحة كيموية استخدمت في الهجوم على دوما في السابع من الشهر الحالي دون تحديد الجهة المسؤولة كما سيبحث عن أدلة تظهر ما إذا جرى تلاعب في مكان الهجوم لا سيما أن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في دوما الأسبوع الماضي وسيتبع المحققون الآلية المعتادة في المنظمة والمتمثلة في أخذ عينات كيموية وبيولوجية من البيئة المحيطة لتحليلها في المختبرات إجراء مقابلات خاصة مع ضحايا وشهود وأعضاء الطاقم الطبي المشاركة في تشريح الجثث للوقوف على أسباب الوفاة والحصول على أدلة تثبت أو تنفي استخدام الكيموي منظمة حضر الأسلحة من خلال آلية تحقيق مشتركة مع الأمم المتحدة كانت خلصت إلى أن قوات الأسد استخدمت غاز لكلور مرات عدة عامي 2016 و2017 كسلاح كيموي إلين يوسف العربية